لك أن تتخيل مستوى الفشل إذا كنت مدرساً في صف فيه عشرة طلاب تسعة منهم لا يفقهون ما تقول هذا ما يحصل بالضبط في المدارس الحكومية بالعراق بحسب تقرير صادم للبنك الدولي ذكر فيه أن أكثر من تسعين بالمئة من طلاب العراق يعجزون عن فهم ما يقرؤونه في المدارس مبيناً أن سنوات الصراع وأوجه القصور الهيكلية قادت إلى نظام تعليمي يعجز عن تقديم المهارات الأساسية للطلاب فإذا كانت اللبنة الأولى في بناء الجيل العراقي بهذه الصورة فإن رأس المال البشري لا يمثل سوى 15% فقط من إجمالي الثروة وهو أحد أدنى المعدلات في منطقة شرق الأوسط وشمال أفريقيا بحسب تقرير البنك الدولي نقابة المعلمين لم تجد مناصاً من الإقرار بأن إحصائية البنك الدولي بنيت على معلومات واستبيانات قامت بها مؤسسات رصينة ذات اختصاص بهذا الشأن كما أن واقع المدارس المتردي وأزمات الكتب المدرسية وظاهرة تسرب الطلاب كلها وقائع ترثي حال التعليم في البلاد الرد الحكومي على تقرير البنك الدولي لم يكن أقل صدمة منه وبدلاً من الإقرار بالفشل لجأت وزارة التربية إلى مهاجمة البنك الدولي واتهامه بالتضليل والادعاء أنه ليس من شأنه هذا الأمر وبنفس الوقت تستجدي منه عشرة ملايين دولار لدعم التعليم وذلك على مبدأ أعطونا المال ولا تسألونا عن ثمار مشاريعه مهارات التعليم غير مهمة في عرف المنظومة الحاكمة فالشهادات العلمية تأخذ بالرشاوة والفساد وتسريب الأسئلة الامتحانية حتى تحول بلد المليون عالم إلى بلد الاثني عشر مليون أمي بحسب تقرير فاضح للأمم المتحدة